نحن نعيش اليومين اللي احنا فيهم دول في أيام مباركة نعم فضل هذه الأيام إيه مورانة ويستحب ويفضل أن احنا نعمل فيها إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وذكرهم بأيام الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله القائل ألا إنا لربكم في أيام داركم لنفحات ألا فاتعرضوا لها وبعد طبعا هذه أيام أقسم الله بها في قرآنه المجيد وليال عشر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد لها بأن لا يوجد في جميع أيام العام ما يعادل هذه الأيام في فضل الأعمال الصالحات وهذه الأيام بنغتنمها بعدة أشياء أولا سبحان الله لما نحلل تحليل بموجز هنجد أن أصول القربات كلها في هذه الأيام الصلوات موجودة والصيام لمن يريد من تسعة أيام وبالذات يوم عرفة لأنه سنة مؤكدة وقال النبي صلى الله عليه وآله صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبل مستقبل أن الله يبغض لعبده المعاصي طبعا فيها الأذكار وأعلى الأذكار ويغفل عنه كثير من الناس التكبير لما نجي ننظر أول ما أنزل الله من القرآن فواتح العلق اقرأ ثم فواتح المتزمل يا أيها المتزمل ثم فواتح المدثر ومنها وربك فكبر ونحن المسلمين عندنا الأذان يفتتح بالتكبير الله أكبر الصلاة افتتحها بتكبير الإحرام الله أكبر عيد الفطر ولتكبر الله على ما هداكم هذه الأيام بنكبر الله لأنه إيه معنى أنك بتكبر الله الله خالق للعالم لكن ليس داخلا في العالم فالله أكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من الأجرام وأكبر من المجرات وأكبر من كل تصور وهذا الذي ينفرد به الإسلام وكبره تكبيرا الله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وبالذات أن التكبير هيكون من فجر يوم النح إلى آخر أيام التشريق بعد ذلك عندنا يا ربنا يبرك فيك إطعام الطعام إطعام الطعام فلغتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فق رقبة أو إطعام في يوم نزيم الغبة نتيما نزام أقربة أو مسكين نزام أطربة إطعام الطعام ولذلك فيه بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه عهده حصلت في سنة أزمة اقتصادية والأزمات الاقتصادية قلنا مرارا ملاش علاقة لا بالدين ولا بالإيمان ولا بالكفر ولا بالإسلام ولا بغير الإسلام ولا بالتوحيد ولا بالشرك ملاش علاقة فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة كله للأضحية إلى ثلاثة أيام يعني كل يوم العيد وكل يومين بعد يوم العيد إلى ثلاثة أيام ثم نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي حتى أن المجتمع يخرجها ويتصدق بها أنا بقول للمسلمين يا ليتنا نحي هذه السنة لأن الظروف تشابهت ومش عيب يعني أنا بقول أعطوا وسائل التجميد لولفيريزر يعني أعطوا هذا العام أجازة كل يوم العيد وكل تاني يوم وكل ثالث يوم لكن لا تجمد ولا تدخر واخرج للفقراء والمساكين ما أنا هجمدها عشان طلعا للفقراء والمساكين لا أنا عشان هو بيجمدها بقى النفس ولذلك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عيشة رضي الله عنه ذبحت زبيحة فهي عارفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب لحم الذراع لأن العرب عندهم أن أطيب اللحم ما جاور العظم الله يفتع عليك فقال السيدة عيشة كأنها تعتزل وتقول له الأضحية إيه كنا زمان في المدرسة يقولولنا تلت لنا تلت للأقارب جاءت على الاستحباب حلو قوي الأصل يعني هل ممكن مثلا أن أنا أفرق الضحية كلها كلها واخد منها يدوب مثلا نعم واجبة كده لينا والأسرة وسلام عليكم طيب هفهم ده بس بعد فصل سريع جدا ربنا يفريك كل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وكنا بنتكلم عن الأضحية يجوز أن أنا أفرقها كلها أنا يعجبني في هذا رأي الأستاذة المالكية قالوا يأكل بلا حد ويهدي بلا حد ويتصدق بلا حد الله طيب يا عم حديث اللي هو سلس وسلس وسلس قال هذا ليس على الإيجاب ولكن على الاستحباب وده فعلا فقه الواقع يعني حضرتك تذكر أن مازال في الصعيد والبواد والأعراب فيه بيت عيلة بيكونوا ذبحين جد أو معز طيب ده زي سلس ده يدوب يطلع منه حاجة ده حاجة بسيطة فيه ناس مرفعين في أماكن معينة يقولك أنا عايز أخيم الشعيرة لكن أنا لا أأكل الضاني فيه ناس كده ماشي تصدق به علو تمام وهكذا فحضرتك احنا بنقول هو على الاستحباب لكن أن تأكل بما شئت وتتصدق بما شئت وتهدي بما شئت لكن احنا بنامس في أذن الناس نعيد السنة اللي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم طالما بالناس أزمة اقتصادية ودغل بعم العلم كله الآن تضخم العملات وغيره 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 فإنا بنقول إيه كله تلاتية لا تنسوا هؤلاء الناس لأن في حديث لو أنه يعني بيخوف شوية من باب الترهيب قال عليه الصلاة والسلام من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد هم مش كفر يعني خرجوا عن الملة يعني كفر بمقاصد الإسلام كفر بفهمه للإسلام فإنا بنقول حضرتك إيه إن أيام خير ومبركة أنا هختنم معك برضو شيء ونبع على بدعة أرجو أن لا تدخل بلادنا اللي هو يجي أقول لك إيه إن فيه في دولة إفريقية الأضاحية رخيصة جدا ابعت فلوس لهناك وهم يضحوا لك ويصوروا لك أغلب الناس دي نصبين بالله وغير النصب لو فتح هذا الباب إذن لقدر الله على مر الأيام تخلو البلاد من الشعيرة مش أنا أوزع على أهلي أنا أبزاب يعني ميجد نارضي أقول لك أنا نبحب بلد إفريقية ما طيب طيب منت كده عطلت أولا لن تأكل منها وكان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان في يوم الأضحى يؤخر طعام الإفطار إلى أن يأكل منها الأضحية تبركا وده اللي خلى جدته وجدتهك والناس بتوعي زمان الطيبين كانوا دايما يوم الأضحية بيعمل الكبد أنه سهلت لإيه حاجة تتسوي بسرعة تمام الله يفتح عليك الأمر الآخر لما تصبح بره طب أنت خلاص لن تهدي لأحد وبعدين الرسول يقول تهادو تحبو الأمر الأخير إذا دابحت بره في بلد أجنبية فقد منعت الخير عن بني وطنك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي فأنا أناشد الجميع إياكم وبدعة الزبح مش عارف في دول أفريقية لرخص الأسمان لأن دي مفسادة ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح برضو بننبى حضرتك على أننا في هذه الأيام الطيبة المباركة بنحرص على التكافل الاجتماعي إحنا لا نخص يعني اتجاه دون اتجاه برضو هنبى على شيء سيد الكريم من الأضحية واسي أخاك المسيحي صح هتقول لك لا لعموم أن تبروهم وتخصطوا إليهم إن الله يحب المخصطين وفي التطبيق العملي سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه في يوم الأضحى لما ذبح أضحية فقال لخادمه يعني وزع وابدأ بالقيران فقال له الخادم يا أمير المؤمنين إن أول جار لنا جار يهودي قال اعطيه فله حقان حق الجوار وحق أنه من أهل الكتاب فاعطيه ومن هنا قال العلماء يُعطى من الأضحية ولو لغير المسلم لأن التكافل الاجتماعي لا علاقة له لا بالدين ولا بالطائفة ولا بالعرق ولا بالمذهب ولا باللغة لأن دي أمر إنسان ما بين الناس نسأل الله أن يعيدوا على مصرنا الحبيبة وعلى جميع المسلمين بل والإنسانية بمسلمية وغير مسلميها بل خير واليمن والبركات وأن يعين الحجيد على إقامة شعائرهم وأن يعينهم على مناسكهم وأن يرجعهم وقد تقبل منهم مناسكهم سالمين غانمين مأجورين كل عام ومصرنا والعالم بأسره بخير وسلام